بعد صراع طويل في المنطقة المتنازع عليها بين البوليساريو والمغرب دعا الملك محمد السادس لانسحاب أحادي الجانب من منطقة الكركارات الواقع على الحدود الجنوبية بين الصحراء الغربية وموريتانيا تحرك مفاجأ جاء تطبيقا لطلب الأمين العام للأمم المتحدة البيان الذي أصدره المغرب إثر عملية الانسحاب أكد أمله في تدخل الأمين العام للعودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية والحفاظ على وضعها إضافة إلى مرونة حركة النقل البري الاعتيادي والحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي الخطوة التي اتخذها الملك المغربي جاءت إثر محادثة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريز نبهه فيها إلى خطورة الوضع الأمنية في منطقة الكركارات إثر استفزازات جبهة البوليساريو استفزازات تمثلت في عمليات إيقاف للشاحنات المغربية في المنطقة بسبب حملها على مال مغرب كما أكد سائق الشاحنات تعرضهم لمضايقات وأسب وشتم قبل عناصر البوليساريو تهديئة المغرب قابلها تصعيد من قبل جبهة البوليساريو التي أعلنت أن التعزيزات بالمنطقة المتنزع عليها ستبقى ولن تنسحب رغم إعلان المغرب الانسحاب من المنطقة العازلة على الحدود بين المغرب وموريتانيا قطوة المغرب هذه رحبت بها كل من فرنسا وأسبانيا كما أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا في بيان له إلى الانسحاب من المناطق العازلة وعدم التعرض للشاحنات التجارية طبقا لقانون المجتمع الدولي تهديئة من المغرب وتصعيد من البوليساريو في قضية ظلت عالقة لسنوات لتحسب الخطوة الجديدة لصالح هذه المسألة الشائكة التي تسببت في قطيعة جزائرية مغربية لسنين طوال